طائرات من طراز F-35A المتطورة وقنابل MK-84 التي تزن 900 كيلو جرام وذات قدرة تدميرية واسعة النطاق وغير ذلك من العتاد العسكري والذخيرة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات ستكون ضمن ترسانة أسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إرسالها لإسرائيل في إعقاب زيارة وزير الجيش الإسرائيلي يؤف جلانت الأخيرة لواشنطن لكن هذه الخطوة أصبحت مثل جدل في الكونغرس الأمريكي وبشكل خاص في مجلس الشيوخ حيث عبر عدد من أعضاء المجلس الديمقراطيين عن معارضاتهم لها يجب أن نستخف بالنقاش الحالي الآن الذي يقوم بعد رسالة كتبها فان هولين وتم التوقيع عليها من ساندرس ومن ديك داربين وأيضا من تيم كين هؤلاء الأربعة هم قياديون إلى حد معين في الحزب الديمقراطي وطالبوا بشكل واضح عدم إعطاء الأسلحة لإسرائيل حتى تستمر في حرب الإبادة وفي قتل الفلسطينيين وفي ارتكاب جرائم حرب إصرار الإدارة الأمريكية على إرسال السلاح إلى إسرائيل رغم الضغوطات الداخلية والخارجية أصبح مثار تساؤل في الأوساط السياسية حول أسباب هذا الموقف أعتقد أن الولايات المتحدة تريد إصالة رسالة مفادها أنها جدة في إزالة حماس من السلطة حيث أصبحت سلطتها لا تتجاوز الآن سوى مدينة واحدة ألا وهي رفح فيما تم التخلص منها في المناطق الأخرى وهذا أمر تتوافق فيه وجهة النظر الأمريكية والإسرائيلية وبينما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في غزة والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين تستمر الاحتجاجات ضد موقف الإدارة الأمريكية من هذه الحرب طبع فشلت فشلا ذريعا والدليل أنه بعد ستة أشهر من هذه الحرب لا تزال تتخبط وغير قادرة على أن تتبع سياسة منصقة وفعالة وفي هذه الأثناء تشير تسريبات إعلامية إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس إرسالة خمسين طائرة F-15 والثلاثين صاروخا من طراز M-120 وذخائر هجوم مباشرة لإسرائيل كحزمة مبيعات إضافية تسعى إدارة الرئيس جو بايدن عبر إرسال الأسلحة لإسرائيل إلى إظهار دعمها الكامل لها في تحقيق أهداف حربها على غزة وفي الوقت ذاته تحاول إرضاء المعارضين لهذا الموقف من خلال محاولة إقناع الإسرائيليين بعدم اشتياح رفح بريا وخفض أعداد الضحايا والساباح بوصول المساعدات الإنسانية ومن غير الواضح هل ستستطيع الإدارة التوفيق بين المسعايين؟ سهيل الشعر قناة الغد واشنطن شكرا للمشاهدة